قصر تازوت الواقع ببلدية زاوية كنت جنوب أدرار يعد من بين قصور الظل التي تنعدم فيها أبسط ضروريات العيش الكريم فصعود المياه القادرة بسبب المطامر التقليدية يهدد العديد من المباني على غرار صحة القاطنين أنا من الناس اللي رأنا مضرورين في هذا البلاد ظهرنا نتعطي ثوبة رايبات طح علينا وضعية أرقت وعكرت صفوح حياتهم المرافق مغلقة هنا كقاعة العلاج والفرع البلدي ينغس حياة السكان في وقت يؤكد فيه المنتخبون بتخصيص مشاريعات أنموية نطلب فرع البلدي يفتح ويضيفه لنا المرافق انتعوا نطالب بالصرف الصحي والغاز الطبيعي وكذلك عيادة تكون لها قيمة وقفت على هنا وسيد رئيس الطائرة ودرنا المعالجة الأولية رفقة مكتب الصحة لأننا لا بد من الإسراع في إنجاز المشروع الذي هو يرفع لغبن على مواطني هذا القصر لأن حتى السكانات صراحة من المبنية بالأسمنت رأيها في خاطر سجلنا المشروع الأولي الشطر الأول بمليارين طازون وهذه السنة كنا سافدنا كذلك بمليارين سجلنا القصر الآخر ليه وأدمر يعني حتى حاجة أخرى ما مشاش لنا مغير هذا الصرف الصحي الأمل متوقف هنا عن التفاتة حقيقية من المسؤولين تنتشر هؤلاء المهمشين وتدفع بعجلة التنمية بهذه المنطقة المحرومة من كل شيء